تهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بإعدام 13 ألف شخص في سجن صيدنايا على مدار أربعة أعوام المنظمة وفي تقرير لها بعنوان المسلخ البشري قالت إن سجن صيدنايا الذي يديره الجيش يقع على بعد 30 كم شمال دمشق شهد بين عام 2011 و2015 إعدام نحو 50 معتقلا كل أسبوع التقرير أشار إلى أن سجناء كانوا يتعرضون للاغتصاب أيضا أو يجبرون على اغتصاب بعضهم بعضا وبينت العفو الدولية أنها استندت في تقرير لها إلى تحقيق أجرته على مدى سنة وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا